في هذا العام عام 2024 يمر عشر سنوات على الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي ضد الأيزيديين في سنجار ومجتمعات أخرى في العراق وبعد مرور عشر سنوات لا تزال جراح المجتمع الإيزيدي على وجه الخصوص تنزف حيث لا يزال الآلاف من النساء والفتيات والرجال الذين اختطفهم تنظيم داعش في عداد المفقودين ولا يزال مئات الآلاف من الإيزيديين نازحين ولا تزال عوائل الضحايا والمجتمع الإيزيدي بأكمله بانتظار تحقيق العدالة بحق المطورطين بجرائم داعش البشعة في نفس الوقت لا يزال جزء كبير من سنجار مدمرا تواجه قضاء سنجار تحديات بسبب تعدد القوات والجماعات المسلحة والتنافس المحلي والإقليمي درجة تعقيدات سنجار كبيرة وقد أعاقت هذه التعقيدات تحقيق العدالة عودة النازحين ويعادة بناء المنطقة وتوفير الخدمات والبنى التحدية وتشكل تحديا للحوكمة والأمن والتعايش السلمي وعلى الرغم من وجود التحديات فقد حاولت الحكومات والمنظمات والمجتمع المدني وقادة المجتمع الآخرون مساعدة سنجار وأهلها على التعافي من الإبادة الجماعية لقد تم إحراز بعض التقدم لكن لا يزال متواضعا مقارنة بجراحة واحتياجات سنجار وأهلها إذا نظرنا إلى السياق العام في العراق وفي قضم الأحداث فقد انخرط أفراد من عشائر ومجتمعات مختلفة مع تنظيم داعش الذي استغلهم لزرع بذور الفتنة والشقاق ونتيجة لذلك اتهمت قبائل ومجتمعات كاملة بسبب جرائم البعض من أفرادها حدث هذا في سنجار والتلعفر والتكريت ومناطق أخرى من العراق بالإضافة إلى المطالبة بالعدالة فيما يخص جرائم داعش هناك مطالبات مجتمعية بالتعويضات عن الأضرار والدمار الذي لحق بهم أجراء العمليات العسكرية التي حدثت تحرير المناطق في هذا السياق ونظرا لما يمتلكه معهد الولايات المتحدة للسلام من خبرة في العراق وفي بناء السلام الحكومة العراقية وقادة المجتمع على الدوام طلبوا العون من المعهد لمنع العنف المجتمعي وتشسير العلاقات المجتمعية والعلاقات المجتمعية الحكومية وحل المشاكل من خلال الحوار وتعزيز التعايش السلمي قادة معهد السلام وشركائه العراقيون حوارات بين زعماء العشائر وغيرهم من قادة المجتمع من صلاح الدين والمحافظات الجنوبية بعد مجرد سبايكر عام 2014 وكذلك بين قادة المجتمع في الحويجة الجنوب غرب كاركوك في عام 2015 وفي تلعفر وسهل نينوى بعد ذلك فيما يخص سنجار لفترة طويلة كنا نسأل إذا كان بإمكان تسير عملية حوارية في سنجار قبل وبعد تحرير سنجار قام المعهد بتقييم الوضع عدة مرات وتم الخروج بخلاصة إلى أن تعقيدات سنجار لا تسمح بالنجاح وقد تؤدي إلى التسبب في ضرر كنا على يقين من أننا لا نستطيع العمل على جميع مناطق سنجار والجهات الفاعلة والقضايا فيها لذا ارتأينا عدم التدخل استمر قادة المجتمع في إبلاغ المعهد بأن التوترات المجتمعية لا تزالت قائمة وهناك انعدام للثقة فإذا حصل جريمة ضد AZD فأصابع الاتهام تتوجه نحو العرب وإذا حصل جريمة ضد عربي فأصابع الاتهام تتوجه نحو الآيزيدين وذكروا بأنهم يتم استغلال الانقسامات المجتمعية السياسيا والخدمات المتعثرة إلى آخرهم المشاكل لا يحصل فيها تقدم كل هذا كان يشير على الرغم من حقيقة أن هناك تاريخ مشترك يجمع الآيزيدين والعرب والمجتمعات الأخرى وتعايش في سلام قبل لكن تسبب داعش بوضوح في إحداث شرخ كبير في اللحمة المجتمعية وكان هناك الحاجة إلى المعالجة نظرا للطلبات المستمرة المقدمة إلى المعهد وبعد الدراسة اخترنا شمال شرق سنجار لأن شمال شرق سنجار الأقل تعقيدا في المنطقة اعتقدنا أنه إذا لم ينجح الحوار هناك فسيكون النجاح أصعب في المناطق الأخرى من القضاء على طول الوقت كنا نسمع بالتحديات التي واجهتها منظمات أخرى والتي جربت مقارباتها مثلا في جنوب سنجار وقالوا بأنهم لم ينجحوا أشارت الخطوات الأولية إلى أن منهجية معهد السلام قد يؤتي ثماره لكن ظل التقدم محدودا خلال العام الماضي وسع المعهد فريق العمل ليشمل شريكه العراقي القديم جمعية التحرير للتنمية وأعضاء آخرين في شبكة الميسرين العراقيين نفذ فريق العمل عملية حوارية من خمس مراحل شارك فيها قادة المجتمع الأيزيدي والعربي من مختلف أنحاء شمال سنجار وركزت المراحل الأولية من العملية الحوارية على مجمعي قهبل وبورك والقرى المحاذية لهما حيث تم تيسير حوار آيزيدي آيزيدي وعربي عربي من خلال هذه الحوارات الشيوخ والوجهاء كانوا واضحين مع بعضهم البعض في أنهم يسعون إلى تحقيق العدالة وليس المصالحة وأنهم يريدون تحسين الخدمات والعيش بسلام في مناطقهم وأن الحوار لم يكن سياسيا توصل القادة إلى أرضية مشتركة وأرادوا حلولا عملية وبناء على هذا النجاح وهذا التقدم توسعت العملية الحوارية لتشمل مناطق أخرى في شمال سنجار مما أدى إلى وصول كل مكون إلى أرضية مشتركة على مستوى أوسع من مجمعي قهبل وبورك وقد تم فتح قنوات التواصل بين القادة توجت مرحلتها الحوار الداخلي في كل مكون على حدة والحوار بين المكونين في نهاية المطاف بإعلان وثيقة الوئام المجتمعي في شمال سنجار الذي وقع من قبل أربعين من قادة المجتمع والوجهاء وشيوق العشائر في ثلاثين آذار مارس الفين واربا وعشرين أعلن قادة المجتمع التزامهم بنبذ العنف والتطرف ودعم عمل الدولة مؤسساتها واللجوء إلى القانون لتسوية الخلافات والنزاعات والتحقيق ونيل الحقوق كما تدعو الوثيقة الجهات الحكومية إلى توحيد التشكيل الإداري والأمني في سنجار والإسراع في إعادة البناء وعملية تعويض أولئك الذين فقدوا أقاربهم في النزاع مع داعش أو خلال العمليات العسكرية وشارك في المراسيم مسؤولون كبار من الحكومة الاتحادية العراقية من مستشارية الأمن القومي جهاز الأمن الوطني وزارة الحزر والمهجرين وكذلك حكومة تقنية كولدستان وحكومة محافظة نينوى والجميع عبروا عن دعمهم للوثيقة وشارك محافظ نينوى شخصياً في مراسم توقيع الوثيقة ووقع الوثيقة بنفسه في حسابات الدولة وأن أمة المستشارية الأمن القومي في هذا الحديث المجرم سيناف جزائح كان من كان اليوم أو غدا أو بعد غد ولكن البوصل الحمد لله العراق الآن يتعافى وليناوى تتعافى وشمال سنجار يتعافى ونأمل أن نراكم في سنجار وفي شمال سنجار العراق بلد الحضار بلد القانون لا نقول أفضاء مسأل هالمجرم لنا نزاره وفترض القانون من العراق ولكن لا بد للحياة أن تستمر فنحن كحكومة عملية وبالتعامل مع حكومة الهجحالية وحكومة الهجحين سلبت كل الجهود التي من شأنها تقديم كل التعمل الوجيستي والخدمات الحقيقية ونجير كل ما لدينا من أجل خدمة أهلنا من العرب واليزيجيين والمسلمين في منطقة شمال سنجار العمل لم يكن سهلا كان هناك تحديات أثناء عملية الحوار وبعد إعلان الوثيقة للوئام المجتمعي هناك من نظر إلى الحوار وفسر الوئام المجتمعي على أنه يعني المصالحة أو تخلي عن حقوق الضحايا أو تخلي عن العدالة أو مسامحة مرتكبي جرائم داعش أو قالوا بأن الموقعين لا يمثلون كل الناس أو أن الاتفاق لا يشمل كل احتياجات سنجار وقيل بأنه تم المساواة بين الجرائم والجروح وهناك محاولة لتبيض صورة مرتكبي الجرائم كل هذا الكلام ظلم بحق الضحايا وأهل الضحايا أولا ثم المشاركين في الحوار والمنظمين وآخرين الذين يدعمون العمل لأن كل هذه التصورات غير صحيحة في الحقيقة إن قادة شمال سنجار لم يعرضوا أو يطلبوا المصالحة ولم يكن المصالحة موضوع الحوار في موضوع التمثيل القادة كانوا واضحين جدا إنهم لا يمثلون الضحايا أو كل سنجار كان تقديم مجرمي داعش إلى العدالة دائما مطلبا رئيسيا وكان الضمان وتسريع التعويضات لعائلات الضحايا أولوية أخرى اتفق المشاركين من الطرفين على أهمية هذه المظالم والنبذ العنف والبحث عن الحقوق والحلول من خلال سيادة القانون ومؤسسات الدولة كانت العملية عبارة عن حوار مجتمعي حول قضايا المجتمع والوصول إلى المشتركات وليس حوارا أو اتفاقا سياسيا لقد أظهر قادة المجتمع شجاعة كبيرة من خلال المشاركة في عملية الحوار عملوا بشفافية وعملوا على توفير أساس يمكن البناء عليه لتحسين الأوضاع في مناطقهم بالإضافة إلى الحوار دعم معهد الولايات المتحدة للسلام مبادرات أخرى مثل مرصد النزاع وعمليات الاستقرار لنقل صوت المجتمع السنجاري إلى الحكومة العراقية والمجتمع الدولي واستضاف المعهد معرض لا أحد يستمع بالانجليزية في مكتبه الرئيسي في واشنطن العاصمة لمدة ثلاثة شهور حتى شباط 2024 يحيي المعرض ذكرى الإبادة الجماعية التي ارتكبها داعش ضد الأيزيديين كما استضاف المعهد مناقشات عامة للتذكير في الذكرى السنوية العاشرة للإبادة الجماعية لداعش بأن العبء الثقيل للدمار المادي والاجتماعي الذي خلفه التنظيم الإرهابي وراءه لم ينتهي بعد يتطلب الوضع في سنجار والتأثير المستمر للإبادة الجماعية على الأيزيديين بالخصوص اهتماما خاصا وعملا مستمرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة